إيران أقرب بكثير إلى القنبلة النووية مما كانت عليه قبل اتفاق فيينا قد تكون على بعد ثلاثة إلى ستة أشهر من الحصول على المواد الضرورية لتصنيعها كما تقول مصادر فرنسية مشاركة في الاتصالات الدولية بهذا الشأن منع إيران من حيازة سلاح نووي أولوية باتت تزاحمها لدى الفرنسيين أولوية ضمان الأمن الإقليمي وتحديدا أمن السعودية بالإضافة إلى وضع حد للنزاع اليمن ومعالجة المآسي الإنسانية هناك إشراك أو إبلاغ السعودية ودول أخرى في المنطقة بما يجري مع إيران إجراء جيد لأنه يحد من التوتر ويسمح لهذه الدول بتكوين فكرة محددة عما يحصل كي لا تبقى قلقة فرنسا عادت إلى لهجة متشددة حيال إيران تذكر بمواقفها قبل اتفاق فيينا فرنسا تعود إلى مواقفها السابقة في زمن لوران فابيوس الذي كان متشددا جدا خلال التفاوض مع إيران باريس أصبحت أقرب إلى دول الخليج لناحية الانتباه وعدم القبول بصيغة ملتبسة لاتفاق مع طهران الحوار الأمريكي الأوروبي الذي كان اجتماع باريس الوزاري قبل أسبوع إحدى محطاته سيشمل قريبا روسيا والصين بهدف التوافق حول صيغة جديدة لاتفاق فيينا الاتفاق حول الاتفاق عنوان المرحلة الحالية من الاتصالات الدولية بشأن إيران وفي هذا المجال تقود فرنسا موقفا أوروبيا مشتركا يضع الأمن الإقليمي على رأس الأولويات ويحذر من العودة إلى اتفاق فيينا بصغطه القديمة ويدعو إلى تعميق الحوار الأمريكي الأوروبي بشأنه سانق نايبر الحداث باريس